السلام عليكم. مرحبا بمتسبعي قناة الحميري. اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقة. هذي نظر لكم على مستويات تحليل القصيدة. اه خصصا يعني النص الطبيقي اه لكل من احياء نموذج سؤال ذات كسير لبينية وتجديد الرؤية. عدد منكم ما ترى من تنهضر له على المقدمة او لما يتنهضر له على الفهم او للتحليل فما تعرفش الاسئلة. الاسئلة اللي معطيها له في الامتحان ضمن اش كتندرج ضمن هذه المستويات. اه ان شاء الله اللي غادي نشوفه. اذا فضروري عليك انك تعرف يعني هذه المستويات باش مباشرة سواء ان بدأك يهدر لك الاستاذ على هذه المستويات هذو او لا يعني اي واحد تفرجش فيه في في اليوتيوب تكون عارف يعني هذه المستويات هذو. اذا فمن يتنهضر له على تقتر النص ضمن سياق الثقافي والادبي وسيغات فرضية. من يتنهضر له على تكتيف المعاني الوريدة في النص متنهضره اذا هذو عندهم مستويات ولكن متلا كيفاش غنحدد لك انا كمتلا باش نقول لك وسير التحليل او لا سير الفهم اه الفهم سير السؤال ديال الفهم فعدد منكم ما تعرفش فينا والسؤال ديال الفهم قلت له متلا سير الاسئلة ديال التحليل فكين عدد لي ما تعرفش انه هي الاسئلة ديال التحليل. اذا اه ان شاء الله هاد الحلقة غادي تعرفوا على هاد الاسئلة وغادي تعرفوا على المستويات اه ديالها. اذا سنصنفها ضمن المستويات. اذا المستويات حليل القصيدة. لدينا مقدمة دائما تتلقى فيها تقتار النص ضمن سياقه الثقافي والادبي مع سياغة فرضية لقراءته. هذا السؤال الاول. اما الفهم. فدائما تتلقى فيها تلخيص مدى من النص. اي تكثيف المعاني الوريدة في النص. او لا اه تقديم اه مضمون عام للنص. فهذا كلهم هناك يجيب في المستوى ديال الفهم. المستوى الاخر وهو مستوى اه التحليل. اذا عدنا فيه الحقول الدلالية المهمين في النص والمعجم المتابط بها. او عدنا ايضا اه رصد الخصائص الفنية للقصيدة مع تحديد وظائفها. اذا كيجيب في المستوى ديال التحليل. اما المستوى الاخير فهو الخاتمة فكيجيب فيها السؤال اللي هو الشكل التالي تركيب خلاصة تستمير فيها نتائج تحليل لبيان ماذا تمثيل النص لتجربة احياء النموذج او لا سؤال ذات او لا تكسير البنية او لا يجد رؤية او لا يقدروا يعطيكو مثلا اعطي اه رأيك في 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 لا حسب السؤال اذا الخاتمة هنا كيبقى كتبقى خاتمة باينة واضحة. اذا فضروري انكم تعرفوا عني هذه المستوى تهدو باش مثلا الى اه خوصا الى المتسبعين اللي كتبعوا قناة الحميدي باش مباشرة مثلا ننظر لكم التحليل تكونوا عارفين يعني الاسئلة اه الاسئلة اللي كتحط في التحليل بتمنى انظر لكم على الفهم تكونوا عارفين اه الفهم اه شنو كي يجي فيها كي اللي غدي يقول لي ايه الفرضية فين ممكن اننا نديروها فالفرضية كتكون لعدنا هنا في المقدمة دينا هنا ايه اه في في التقديم اذا فكنتمنى حقيقة على انكم تكونوا اه استفتوا انطلاقا من هاد الحلقة هدي وانكم تكونوا عرفتوا هاد المستويات اه باش تحللوا القاصدة دي لكم ويلا كان دائما تنقول لا الاخوان رجاء ان لا كان شي تساؤل دي لكم خليوه التحت وما تنسوش انكم تفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا باي حاجة انا سنحطى على قناة الحميدي واضرب لكم موعدا الى الحلقة القادمة ان شاء الله